موسيقى منكمل دراستنا عن يسوع المسيح في كفر نحوم وفي هذه الفقرة ستكلم عن أهم الاكتشافات في كفر نحوم وأكيد حزرت معي أنه أنا موجود في واحد من أهم الاكتشافات اللي اكتشفوها في هذه البلدة اللي هو المجمع القديم مجمع كفر نحوم هذا المجمع كان له أهمية كبرى طبعا هذا المجمع اللي احنا موجدين فيه شايفين حجارته بيضاء مش من نفس المنطقة جابوها من مقلع حوالي بعيد عن هذا المكان حوالي عشرة كيلو متر وهذا المجمع اللي أنا موجود فيه بنيه في القرن الرابع الميلادي هذا المجمع بنيه على المجمع القديم في أيام المسيح وطبعا احنا فوق المجمع القديم بتشوفوا الأساسات اللي هي الحجارة البازلتية السوداء لأنه كل المنطقة منطقة براكين فهذا المجمع يعتبر واحد من أهم الاكتشافات المجمع من القرن الرابع والمجمع القديم من القرن الأول ولكن شيء زيادة مع هذا المجمع بتشوفوا فيه هيك زي مدرسة أو مركز ثقافي أو مركز للشركة هذه اتطورت طبعا بعد القرن الثاني الميلادي كان فيه قاعات بيسموها قاعات وليمة المحبة أو الشركة ورح أتكلم أكتر عن المجمع في فقرة أخرى ولكن يعتبر هذا المجمع واحد من أهم الاكتشافات فاكتشفوا بقايا من المجمع في المنطقة لأنه اتهدم من خلال زلزال كبير اكتشفوا أقواس اكتشفوا صور مختلفة اللي كانت تزين هذا المجمع غير المدرسة والمركز الثقافي فيه كتير زخرفة وأشياء جميلة اكتشفوا حجر موسى وين الرباي المعلم الرئيسي اللي بيجلس في مكان يسمى كرسي موسى حجارة مزخرفة بتشوفوها في كل مكان عليها مناظر جميلة من العنب والرمان وأخصان الزيتون وشجر البلح وهذه الشجرات المقدسة تعتبر الشجرات المشهورة في أرض فلسطين في الأراضي المقدسة عدا عن ذلك بتشوفوا على الأحجار نجمة خماسية نجمة سداسية وبتشوفوا شمعدان أو منارة اللي كانت تضيئ طبعا في المكان بتشوفوها كمان مزينة على الحجر واحدة من الأشياء المهمة اللي اكتشفوها في هذا المجمع حجر مزخرف عليه التابوت المقدس التابوت المقدس هو عبارة عن صندوق كانوا بيحتفظوا في المخطوطات طبعا اللي كانوا بيقرأوا القراءات حسب طبعا شريعة اليهود من التوراة ومن الأنبياء في مواعيد وأوقات معينة اللي كانوا بيقرأوا من كلمة الله هذا التابوت أو هذا الصندوق كان على عجلات بيجبوه إلى الأماكن وبيبتدؤوا القراءة والصلاة والعبادي والجدير بالتوضيح أن مجمع اليهود كان فيه مجامع كثيرة ولازم يكون في مناطق يهودية قريبة من المجمع حتى يوم السبت ما يصيروا مسافة اللي تكون معارضة مع تعليم يوم السبت وهذا طبعا بيختلف عن الهيكل الهيكل في أورشليم الهيكل طبعا كان مركز العبادي كان مركز الذبائح كانوا بيقدموا الذبائح المختلفة في هيكل أورشليم وطبعا الهيكل كان مركز الأعياد اليهود كان لازم يروحوا على الأعياد وعلى الأقل تلت أعياد يهودية رئيسية رسمية اللي منها عيد الفصح وعيد الخمسين أو يوم الخمسين وعيد المظال في الخريف كل ذاكر يهودي لازم يروح لأورشليم والجديد بالذكر أنه لما بيقرأوا من التوراة وبيجيبوا المخطوطة لازم يكون متجه نحو أورشليم طبعا هذه المنطقة شمال بحير الطبرية فلازم ينظروا إلى الجنوب إلى مكان الهيكل مكان العبادي إلى أورشليم فهذا الصندوق كان يعتبر كمان اكتشاف مهم واكتشفوا مجامع كثيرة منها في كورازين في المجدل في كاتسرين يعني في أماكن عديدة المجامع اليهودية الاكتشاف الثاني المهم جدا هو بيت بوتروس أنا بتكلم مع الكاميرا بس أمامي بالضبط هو بيت بوتروس مكتوب في كلمة الرب ولما خرجوا من المجمع للوقت يعني في الحال دخل بيت بوتروس وأندراوس وطبعا بيكمل الكتاب أنه كان فيه شفاء لحمات بوتروس من الحمى اكتشفات أخرى في هذه المنطقة حجر لقياس المسافات مثل ما ذكرت أن هذه المنطقة تقع على الطريق الرئيسي طريق البحر اللي بيربط قديما مصر مع العراق من هنا بيكمل شمال إلى دمشق إلى سوريا فالموقع استراتيجي مهم اكتشفوا عمود لقياس المسافات من أيام الإمبراطور هيدريانوس على الأرجح 132 ميلاد وهذا الحجر أو هذا العمود موجود في هذا المكان ثم أيضا اكتشفوا عمود بيسموه عمود التقدمة واحد من بيت حلفة وإحنا بنعرف أنه متى كان من هذه المنطقة وهذا اندل على شيء بدل أنه حتى العائلات والأسماء قريبة جدا من هذا المكان وهذه كانت عادي يهودية حتى اكتسبوها المسحية أنه عادة مثل ما بتشوفوا بتشوفوا على الأعمدة كتبات في اللغة اليونانية أو أحيانا في اللغة الأرمية واحد بيقدم تقدمه حتى تكون بركة لذكرى واكتشافات أخرى منها مطاحن الدقيق ومعصرة زيت فأي مكان بتمشي في كفر نحوم بتشوف البيوت القديمة طبعا مهدومة والشوارع الصغيرة اللي كانت تزدحم فيها السكان في أيام يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر